بسم الله الرحمن الرحيم أولا أتقدم جزيل الشكر للإخوان الصحفيين الذين يمثلون السلطة الرابعة وأوضفوا قائلا بأن السبب دير هذه الاجتماع الأول يتعلق بالمتطلبات الجديدة واستحقاقات الجديدة والذي نحن بصدد تهيئ لها كبرنامج أساسي وإقليمي وجهوي وذلك بتعاون مع جميع الفعاليات الحركية لهذه المنطقة فضلا عن ذلك فإننا نفتخر كون هذه الجياة قد حازت المرتبة الأولى فيما يتعلق بالانتخابات الجمعية السابقة وهذا يندل على شيء فإنه يدل على أنها قادرة على تشكيل وتفعيل كثير من المقتداية ربما التي أغفلتها باقي الأحزاب ومنها هذه الجمعية التي نحن الآن بسدد التواصل والاجتماع واللقاء فيها والسلام عليكم ورحمة الله واشكرا شكرا سيد الرئيس الجنساء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أشكر يعني إخوان السادة المستشارين السادة المستشارات والحضور الكريم على تروية الدعوة حيث أن الدعوة وجهت من طرف الجمعية الإقليمية لمستشاري ورؤساء الجماعات المحلية لحزب الحركة الشعبية الإقليم هذا المولود الجديد الذي أسسه من أجل تعطير المستشار داخل الإقليم من أجل توسير آلية الترافر داخل مسؤولية من موقع عفواً من موقع التدبيري أو من موقع معامل ثم كذلك نهنق أنفسنا جميعاً على حصول جمعيتنا على الوصل القانوني نهائي من أجل رغم أنه كانت هناك في البداية واجهتنا مجموعة من التحديات مجموعة من المناء أمرات بعض القصوم السياسية ولكن اليوم تنقول الإخوان وأخوات نحن لقاءنا اليوم هو لقاء بداية ولقاء تواصل لا نقول أننا يعني ما نقوم به أو ما يقوم به إخوان داخل إقليم هو جيد مئة مئة ولكن هناك عطرات الواجب أو المفروض فينا هو أنه نكتف آلية التواصل ما بيننا نكتف آلية التواجب داخل الإقليم في كل مناسبات من أجل توسيع الإشعاع ديال المنتخب وإعطاء صورة نموذجية وإيجابية للمواطن من طرف المنتخب الحاج أولا رهانات نحن يعني مؤجد متفائلين لكسب الرهان أولا ثانيا هذا اللقاء اليوم اللقاء تواصلي يعني في حداته تحسيس المستشار ومستشارة منضوين منضوين لحزب الحركة الشعبية بجسامة مسؤوليتهم من موقع المعارضة أو من موقع التدبير الشعب العام المحلي وكذلك يعني التعطير وتوجيه وفتح نقاش عمومي حركي داخلي لتحفيز ولتقوية يعني الروابط بين المكونات المنتخب بصفة عامة وبصفة أول منتخب الحركة بصفة خاصة من أجل تحفيزه على العمل وعلى يعني العمل الإيجابي في جسيد مستوى تطلعات ديال المواطنين اللي انتخبوه واللي يعني أعطوه واحد التيقة ديالهم من أجل تدبير شعونهم المحلية في يعني على مستوى حكامة جيدة في تدبير شعون المحلي في هذا اللقاء أيضا من سنتين إحداث مجموعة من الليجان ما هو الدور أو الإحداث من أجل هذه المواطنين؟ الدور هو دور مؤسساتي تنظيمي صف لما نتكلم عن الليجان هناك ثلاث لجان لجنة الإعلام والتواصل من أجل ترويج لما يقوموا بالمنتخب الحركي لاخر الإقليم لا على مستوى التدبير لا موقع أغلبي على مستوى التدبير لا موقع المعرضة على مستوى خارج التدبير ثم كذلك اللجنة القانونية لدراسة مجموعة من الإشكالات القانونية وعلى الخصوص أن القانون النظيمي الجديد من جماعة المحلية هو قانون جديد بالنسبة للمواطن وبالتالي نريد أن نعملها هذه اللجنة من أجل خلق واحد الآلية قانونية للترافع لمصالح المنتخب الحركي لاخر الإقليم ثم كذلك اللجنة التالية والتي هي لجنة التواصل والتكوين هو أنه نريد أن نكون المستشعر الحركي من أجل تحسين مستوى العطاء من أجل الرفع من مستوى الجودة في تدبير شأن المحلي على مستوى العقليم وكذلك توسيع الإشعاع الحزبي داخل الإقليم